اشتركوا في القناة وبرنامج صيفي يعني الخلطات تختلف فيها خروقات بسيطة ما بين السيف والشد إن شاء الله بالنسبة للمئة كيلو هذه نسبة خلطة تسمين الحرا عندنا السبوس مئة كيلو يعني تخلط مئة كيلو تخلطة لكل مئة كيلو البوش طبعا كل فيئة من الحيوانات المشترة يعني عندنا الأبقار التوكين من 3.5% لأربعة مصب المئة من وزنها البوش من طعمها من تقريبا 2% لأثنين ومصب المئة من وزنها الأهنار والماعز من طعمها من 2.5% لثلاثة ومصب المئة من وزنها الخيل أقل الخيل تقريبا 1.5% من وزنها لثنين بالمئة إذا كانت أفراس أو فرص الموضع فأحنا بالنسبة للبوش بالنسبة لتسميل الحيوان الطائب العامة أحنا بنعطيها 2.5% من الوزن بيتقسمها خمسين بالمئة خلطة زائد خمسين بالمئة حشاش بمعنى واندساب حشاش بمعنى واندساب مع حشاش نعم 2.5% يوميا 2.5% يوميا طبعا هاي بنقسمها لكيلو وربع من الخلطة وكيلو وربع من الحشاش طبعا هاي أشاش إذا كانت اتكلموا أنا عن إذا كانت جد أو إذا عندنا مثلا رودس أو برمودة أو أي نوع ثاني إما بنعطي كيلو وربع جد وإما بنعطي كيلو 750 برام من أي نوع حشاش يعني إذا كانت تعطي جد كيلو وربع يعني تعطي رودس أو حشاش ثانية تزيد الكمية لأن توقع نسبة البروتين ونسبة الطاقة بالجد فعنا من الحشاش الثانية بفارق يعني من 25% إلى 30% فعنا ما نحولها نشتغل فيها على هذا الميزة إذا عندنا أخوار بزنه بلتين كيلو فبدنا نعطيه هنا خمسة كيلو مادة جافة فذولة الخمسة كيلو بيكون منهم اثنين كيلو ونص من الخلطة واثنين ونص كيلو جد أو ثلاثة ونص كيلو من الحشاش إذا عندنا نحوار وزنه 300 كيلو عندنا نحوار وزنه 300 كيلو فبدنا في هذه الحالة نحتاج سبعة ونص كيلو من المادة الجافة يوميا يعني مادة جافة يعني كل مجموع ما رح يأكل الحيوان من الخلطة من علف من حشاش كله بالجوم تحتاجه سبعة ونص كيلو يوميا هذولة سبعة ونص كيلو ممكن أن نقسمهم ثلاثة ونص من الخلطة وأربعة كيلو من الجفت أو بنا نعطيه هنا خمسة ونص كيلو من الحشاش طبعاً إذا عندنا ذكور برضو لتفحيل 400 كيلو وزنها تقريباً بيكون ففي هذه الحالة بدن عشرة كيلو هدول العشرة كيلو بنحصيهم خمسة كيلو من خلطة العالف المركز وخمسة كيلو جفت إذا لم نتوفر عندنا جفت بدنا نعطيه تقريباً ستة ورص كيلو من الحشاش طبعاً لماذا عندنا خلطات الأغناب والمعز مثلاً الملك كنا لكل مئة نحط واحد كيلو والبريمكس تقريباً واحد كيلو أو اثنين كيلو ولكن في البوش لأنه معدل من المرب أسرع ووزن الأجسام أعلى ملح الطعام هذا هو ملح الطعام ملح الطعام لبيض ليس ملح هذا ملح الطعام ضروري جداً ينحط في خلطات الأعلاق طبعاً وهذا معتمد يعني كلام معتمد عالمياً وراء التقدير لأن الحيوانات ينحط في المزارع يتواجهها عملية نقص الأملاق فيها ملح الطعام وهو تأثير كبير على المقل السوائل داخل الجسم فمهم جداً أنه نحن نضيف ملح الطعام حتى الأخوان لدينا فيديوهات إن شاء الله سأعطي إياه مهند السيف اللي عنده أغنام أو ماعس فيهن خاصية أكل الشعر واحدة من الحلول المطروحة أنه أنت تزيد منح الطعام الموجود في الخلطة وبرطه نحن في بعض المزارع مهند السيف في بعض المزارع مهند السيف فيها حالات من أكل الصوف يعني تلاقي حالات بيوكل من صوف بعض أو الشعر هذه في بعض الحالات طبعاً قد تكون إصابة بالتفيليات أو بالبديدان ونقص العناصر المعدنية لكن إذا استخدمت تضر الحلين وما جابت نتيجة فبكون السبب اللي هو نقص كلوريد السوديم أو ملح الطعام في الخلطة ففي هذه الحالة بدك تضيف ملح الطعام على الخلطة والحل الثالي إذا عندك مثلاً غرفة تخلقون فيها خمسين حبة نعيني ممكن عند المغرب بعد ما يخلص نأكل تجيب تخذ العامل يجيب باكات ملك ويفضيف المعالك وهنا رح يوكلين منه في الماء لا لا يفضيف المعالك نفسه ورح يتيج الأدنام أو الماعز وتوكل من هذا الملك لحاله هذا أسلوب معتمد يعني في المزارع الكفيرة بكون فيه دايماً درامات موجود فيها ملح الطعام بشكل مفتوح بيجي الحيوان بيوخد منه ويلحس منه على رابطه كيف مثل المكعبات الأملاك اللي احنا نحطها في الحضائر لكن هاي احتواءها على ملح الطعام قليل وبرضو لما يوقف الحيوان بيعمل منها ليكينج فترة طويلة مهما كانت الفترة طويلة ما بيحصل على حاجته من الأملاك فالحل الأول الأفضل انه احنا نضيف ملح الطعام للخلطة وطبعاً هذا الأسلوب برضو عالمي محتمل انه في بعض الحالات في بعض المزارع الكبرى لما تواجه مشاكل بيصيروا يرشوا الملح فوق العلف بيسموها اللي هي يعني يصيروا بعدما الماكينة تحط العلف المعالف هم بيجيبوا بيرشوا الملح فوق العلف حتى يجبوا الحيوان إذا لم يقوم دوبة في النار وخلاص لا الأفضل الأفضل انك انت تعطي للحيوان إما في المعالف أو في سطل أو جركاً في زاوية الحضيرة ويكون فيه أربعة أو خمسة كيلو ملح وتخذ الحيوانات تأخذ على حاجتها هي تلحس من هذا المعالف كلمة كلمة اللي هو طبعاً بريمكس يعني غير ذائب في الماء إلا إذا الشركة المصنعة تثبت عليه أنه ذائب في الماء لكن بشكل عام طيب واسع لدي بريمكس اللي أورنده في السوق هي منتجات غير ذائب في الماء طبعاً الأساس تبعها اللي هو معادن زائد فيتامين نضاف للعلف وليس للماء نضاف للعلف وليس للماء ليش معمول بريمكس ينضاف بالعلف؟ لأنه البهايم عزاكم الله فيها ترك الكميات محددة من أو زان خلطات العلف فهي بتكون محسوبة بحيث أنه أنت الحيوان ما عم علقة التي قدمتها لما يكون فيه حصة بريمكس ضمننا على الأقل أنه أخذ الحد الأدنى من المعادن من البيتامينات اللي بنتوا ويتحصل كما هو كسور فيها فيه نعم في السور مهندسي عبوات 5 كيلو 10 كيلو عبوات 25 كيلو فيها كياس 20 و 25 كيلو نحن بالنسبة لنا شركة مواشي عندها منتجين ممتازات مستعملها ممكن بعد ما نخلص نعطيك صورها حمارتك ممكن إن شاء الله الآن هذا بالنسبة لها عملية لا تضيئة الحيرة طبعا الخلطة دائما نحن بالنفضل أما تعطيها الصباح مبكرا قبل ما يحمل الجو والحشائش فترة المساء أو ممكن إنه تقسم الخلطة الكيلو ربع ينقسم على وجبتين والحشائش ينقسم على وجبتين يعني بمعنى مثلا عندي هنا أنا 5 كيلو بالنسبة للحوار عمره وزن أبو 100 كيلو ممكن عطي 2.5 كيلو من الخلطة الصباح وبعدها عطي 2.5 كيلو جد والمساء عطي 2.5 كيلو و 2.5 كيلو لكن هذه للأخوان المربيين هذه قصة يومية يعني كامل الخلطة في اليوم لازم تستعمل كيلو ربع وكامل كمية الجد كيلو ربع يعني ما ضاعف الكمية يعني يا أخوان اللي يقولها المعندس رائد بالنسبة للخلطة بالنسبة للحشائش عادي تعطيه الصبح خلطة والمساء حشائش أو تقسمهم يعني تخلي نص خلطة ونص حشائش الصبح ونص خلطة ونص حشائش النساء نعم صحيح طبعاً الخلطة هذه الخلطة طبعاً هذه الخلطة صيفية يعني محتوى البروتين والطاقة فيها أقل شوي من الخلطة الشتوية لأننا عارفين الأجواء حالياً حارة وبدها تقريباً تكون الخلطة شوي مبارسة مبارسة يعني كم نسبة لبروتين في الخلطة تقريباً هذه تقريباً 12% 15% نعم هذه البروتين نحن نوضح الفرق ما بين السابوس والنخالة النخالة مهند السيف اللي هي نخالة القمح اللي هي القشرة اللي موجودة على حبة القمح بعد عملية التصنيع واستخلاص القمح لعمل الطعين والأشياء الثانية وكون فيها عليها قشرة هذه القشرة نسميها نخالة طبعاً النخالة فيها كمية زيولت جيدة ونسبة البروتين فيها تقريباً 15% ومحتوى الطاقة فيها برضو جيدة أما السابوس السابوس عبارة عن قشور يعني قشور الأرز معاها شوية الخالم معاها قشور شوفان معاها قشور شعير مضاف عليها شعير مقصور وذوران مقصور طبعاً فيه هذا غير يعني أنه سيئ لا بس إحنا بس حتى نوضح الفرق نحن السابوس أنا أول مرة أدري أنه فيه فرق بين النخالة وبين السابوس طبعاً فرق كبير مهندس إن خالة هي عبارة عن قشرة القمع بيور صافية 100% أبواك تعيد بهالمعلم الفرق على السريع بين النخالة وبين السابوس إن خالة مهندس سيف هي عبارة عن الفشور الكهارجية لحبة القمع بعد عملية تصنيع في المصانع يعني لما يستخلصوا النشاء اللي موجود في القمع للضحين والمنتجات الأخرى بضل منه كشرة هذه الكشرة عبنا نسميها نخالة هي اسمها أصلاً نخالة القمع اسمها العالمي نخالة نخالة القمع السابوس السابوس هو عبارة عن كشور لأنواع مختلفة من الحبوب منها الأرز منها الشوفان منها بقوليات برضو قد يكون معها كشور بقوليات والشعير هذه عبارة عن كشور مضارف عليها شعير مكسور وضلها مكسورة حسب الشركة المصنعة قد تكون نسبة الشعير 10% قد تكون نسبة الشعير 30% خاصة إذا كان الحوار لسه في عمر بالأشهر أو أقل من السنتين مهم جداً حكينا عن النقطة هذه أكثر من مرة في حالات التسمين عندما عمصرين مهمات يجب أن نضيفهم إما للعلف أو للمي هذه هي بيتامينات البي كومبليكس بيتامينات ومجموعة بيتامينات 3D3 طبعاً ما هو السبب؟ السبب أنه حكينا عن البي كومبليكس تصنيعه في المواريد الصغيرة أو الرضيعة اللي هي عمر بالأشهر ما عندها كرش يصني عن البي كومبليكس حكينا البي كومبليكس بيتامينات تصنيعه في الكرش وصنعه في الكرش فحيوانات التسمين اللي لسه عمرها بالأشهر بكون الكرش مش متطور عندها كويس ما عندها بكتيريا عادة كمية كردية تصنيع البي كومبليكس عشان هكي بتواجه حيوانات التسمين نقص في الأوزان حتى أنت تعطيها عليك كويس لكن بتلاقي أنه لسه هي ما بتصنيعه بالشكل المطلوب واحد من الأسباب قد يكون اللي هو نقص بيتامينات بي كومبليكس السبب الثاني اللي هو العامل الثاني بيتاميين كده بي هلول المادتين يفقرض انه حيوانات التسمين حكينا لازم نعطيها جرعة في الماء ثلاث لخمس أيام كل أسبوعين هذا طبعاً يتبق على البوش على البوش وعلى العجول وعلى الأمام وعلى الماز السلور طبعاً ما حكينا البي كومبليكس كمياته في الأعداد اللي حكينا عنها الشعير والدراء والسبوس كمياته قليلة جداً فالمصدر الرئيسي للمشطرات بي كومبليكس اللي هو البكتيريا اللي بتطوم بتصنيع البي كومبليكس في الكرش فالمواليد الجديدة كونه ما عندها كرش متطور بشكل مناسب لازم نحن نضيف لها البي كومبليكس والإلد البيئي في الماء ثلاث لخمس أيام ود كل أسبوعين اشتركوا في القناة